بعد اجتماع القاهرة والمنامة للدول الداعية لمكافحة الارهاب حول الأزمة العربية القطرية وما خرج عنهما من أفكار ومبادئ دستورا جديدا لتنظيم العلاقات بين الدول والنظام القطري اجتماع القاهرة والمنامة حمل بشائرة لمنطقة أكثر تماسكا في مواجهة الارهاب المواقف الثابتة والموحدة للدول الداعية لمكافحة الارهاب منذ بدء الأزمة العربية القطرية والتي بل ورها اجتماع القاهرة والمنامة لوزراء خارجية الدول الأربع تحمل بشائر لمنطقة أكثر تماسكا في مواجهة الارهاب في وقت لا يهم فيه سوى الرؤية المشتركة والموقف الموحد استمرارا لموقفنا الموحد والثابت وانطلاقا من مسؤولية دولنا تجاه شعوبها وأمتها العربية ومحيطها الإقليمي وحرصها الشديد على صالح المنطقة ومستقبلها وعلى الأمن القومي العربي باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار لكافة الدول والشعوب العربية على حد سواء كما يأتي هذا الاجتماع استكمالا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعنا في القاهرة وضمن التنسيق المتواصل والتشاور القائم والدائم بين دولنا لبحث الجهود الهادفة لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب يقابل تلك الجهود تعنط قطري أزرى بلب الأزمة وجاب العالم يمنة ويسره رعبا أو استقواء رغم ما يدعيه من حصار لترويج المظلومية وقلب المفاهيم وتضخيم صغائر الأمور ضاربا عرض الحائط حلا لا يبعد عنه سوى كيلومترات قليلة حمل لواءه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تحليل اجتماعي القاهرة والمنامه للدول الأربع يقود كل ذي لب إلى جملة مخرجات مكافحة الإرهاب ووقف التحريض والالتزام باتفاقي الرياض والامتناع عن التدخل في شؤون الدول دستور جديد لتنظيم علاقات الدول بنظام قطر ولو كان ما تدعيه قطر من التزام بما سبق من مبادئه فما الذي يمنعها من إعلان رغبة صادقة عملية للحل في اجتماعي القاهرة والمنامه بارقة أمل لمنطقة تقف في وجه تحدياتها ولا تنتظر فوات الأوان في اجتماعي القاهرة والمنامه نضج سياسي لا ينتظر إرشادا لسلك الطريق الصحيح في اجتماعي القاهرة والمنامه دول أربع تحمل هم أمة مزقها الإرهاب والتطرف في اجتماعي القاهرة والمنامه اضطلاع بمسؤوليات وثبات على مواقف ومهابة لكل عدو أو بعبارة أخرى مهابة لكل من لا يريد الخير للمنطقة إن اجتماع القاهرة والمنامه تأسيس لتحالف طال انتظاره يبشر لمن يرغب بالاستقرار جوا يسود المنطقة وفي الوقت ذاته نذير لمن يتخذ موازين القوى في الشرق الأوسط ألعوبة لنظامه وكفى بالله حسيبا اشتركوا في القناة